موسيقى أنا مونيا الزربان أخت المتوفد زارة الزربان كنت تتخدم عند شئ ناس تدعبات ممراكش 30 سنة وتفاجئنا في ذلك الليلة تصلوا بنا هذا السيد اللي خدمت عنده وقال لي نرى بأن أختكم رائعة في ممراكش وذلك الليلة تصلوا بنا وعيطوا لي ذلك الليلة قالوا لنا رادرت واحد العملية من المصران والله يأخذ فيهم الحق دخلت لي شهر 11 فيه 30 حسبي الله ونعمال واكل فيهم والله يأخذ فيهم الحق ودست يومين على العملية قالوا لنا خذكم تخرجواها خذكم تخرجواها فش خرجنا السيدة كي خرجناها جاء نزيف ديال الدم عاودنا رضيناها للكلينيك قالوا لنا عاودنا رضيناها للكلينيك قالوا لنا خمستاشر عاما ونحن نسد لها التقب ونحن نسد لها ونحن نسد لها التقب ومن بعد عاودت تخرجوا على المصران ونحن نسد لها ونحن نسد لها الماكلة ونحن نسد لها ونحن نشعه ونحن نحن نسد لها هاستيع أكبر بالفعل ليت الفعل ونحن نشعه ليت الفعل بالفعل بالفعل الأسفل أنا مرتخوي عليها. ورغم ما بخدت مسكينها كذا ديما تقول لي عافق يا دكتور واش ممكن تسد لها هذك التوقب تقول لي لا ما يمكنش بالماكلة عادي تسد. يعود يعطيها لدجاج وعطيها لحيم وعطيها كل شي. ومن بعد قال لي يا خسك تعطيها الديسير والقاعدة الشي اللي بي يحاول يسد لها ذك التوقب دياله. وتتفاجأت بان فاش خرج ناقع من بعد تفاجأت فاش عوطان يرضيناها للكلينيك قالوا لي يا را خسك ضروري مية وستين الفرية في الليلة. إلا بغيت يخطيك تعالج مية وستين الفرية في الليلة دكتور. وجاعدي الدكتور قالوا لي يا شوفي رانان المدير ديال سيفيل. را ممكن أنا دك الدولي بتنعطيها في الكلينيك هنا مية وستين الفرية في الليلة. را في سيفيل عادي تاخدو فابور. ومسلتنا لاعلى ورقة لاعلى ولوجة. تنطلب حق اختي لا ياخد فيهم الحق لا ياخد فيهم الحق. عسبي الله ونعم الواكيد. فالماتنا الوفاد ينختي بالزاب لا ياخد فيهم الحق. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر